أهلا بكم صوتك مش واصل دي فقرة تانية خالص غير فقرة صوتك واصل اللي هنروح لها بعد شوية في الفقرة دي نداء لحبيبنا الغليين من المشاهدين أحب أفكركم لو متدايق من الغلاء ولو عندك الدنيا مضلمة أو يعني ولو ليك مظلمة أو ليك حد معتقل لو رغيف العيش مش لقيه أو لو مش لقي تمن تسكرت المترو فبشرى صار جدا القائمين على الحوار الوطني اتفقوا والحمد لله على اللجان بس معلش هيتكلموا مع بعض كده يوم 27 أغسطس زي بقول الخبر ده الحوار الوطني يؤسس لجان تختص بالحريات والغلاء إن لله وإن إله هيدعون يعني هيعملوا كل حاجة يعني هيعملوا 15 لجنة فرعية أهو عملوها خلاص الجلسة الرابعة شارك فيها 19 عدو بينهم من يحسب على المعارضة شهدت تأسيس 15 لجنة فرعية لجنة قلتلك أنا زمان إن أنا بعتوني في وزارة الثقافة لدكتورة اسمها سيزا آسم أستاذة الأدب العربي في الجامعة الأمريكية هانم يعني كانت ساكنة في شرعها إبراهيم في الزمالك ستة هانم بالزبط كما يعني تعريف لكلمة الهانم فهي حتى عرفتني على جوزة أقيتلي فلان بيه جوزي بيه أقول لها يا دكتورة اسيزا يا أم عايزينك عشان أنا نعمل قاموس وبتاعة أقيتلي بص أنا ما بحضرش الجان أنا عارفة اللي جان في مصر يعني إيه البحث اللي إنتوا عايزين يطلبوه مني وأنا أعمل لكم البحث وأبعته لكم أنا الجان ما أقعدش في الجان أنا مصر إذا عايز تموت أي حاجة فيها أعمل لها لجنة والله بالنص والكلام ده سنة 1991 وأنا لسه بقى طالع من جيش جديد ومتخرج وبتاعة قالتلي في مصر إذا حبيت تموت أي شيء في الدنيا أعمله لجنة خمستاشر لجنة فازبر شوية مش هيفرق الشهر ده معاك في أي حاجة لأن في الآخر الحوار نفسه مش هيفرق معاك في أي حاجة لو حاسس أني متشائم أو لابس أسود متشائم ولابس نضارة سودة قادي أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافع في زمن الحوار بيسكت ومقلناش واسكت ليه اعتذر للمتابعين لهذه الصفحة اعتذر للمتابعين لهذه الصفحة وأعبر عن أسفي لاضطراري إلى غلقها لأجل غير مسمى وذلك لأسباب لأسباب خارجة عن إرطي كما أعبر عن امتناني لكل من تحمل مشقة متبعتي لما ويفنى في تركيا السنة اللي فاتت دي طلع الطبال الموتور طلع يقول بالنص كده قالوا له اسكت فسكت طب ماشي أنا في دولة وقال له اسكت فسكت يا سي عمري طب ده بقى مصري في مصر بيقول أنا هغلق الصفحة لأسباب خارجة عن إرطي عار طب مش حاسن نفع بس ده حتى هاني توفيق الرجل الذي خرج مع عمر قديد تقريبا وقال كوارس الاقتصاد المصري اللي بعدم دراسة الرجل ده برضو طلع يتكلم ويقول إن أنا مش هتكلم تاني خلاص أنا برضو مش هتكلم اسمع كده بيقولي قلنا كل ما لدينا بشأن ملاحظاتنا على السياسات الاقتصادية والمخاطر وبعض الحلول أخشى على المتابعين ملل التكرار فواجب التواقف وإلى حين ظهور متغيرات جديدة تبرر العودة للكتابة في هذا الشأ أتمنى التوفيق لمصر الحبيبة شعبا وقيادة والله الموافق لا قبل البوست ده بقى كان كتب بوست تاني كتب إن القنوات بتاعتنا اللي هي مفيش غير جديد قال لك القناة بتاخد الحاجات دي وتنشرها وأنا مش مسؤول عن القصة دي بتاخد تصريحاتي وتنشرها اللي هو إيه في مصر لما تحب بتعمل نفسك مش معنا يعني اشتم نحن يعني اشتم محمد ناصر واشتم الناس دي اشتم قناة المكملين القناة الملعونة والحاجات عشان تعدي من الأمن فاحنا بدي اسمع ده وعادي يعني مش مش مشكل الرجل كتب بوست كده قبل كده قال للقنوات اللي بتاخد تصريحاتي والسوشال ميديا أنا مش مسؤول عنها ده كان بوست له من أسبوع النهاردة أولا برح تلع قال أنا أتوقف بقى فلما اتنين قامات كبار يتقمروا بالسكوت يتقال لهم سكوت فعز الحوار عز اللجان الحوار الخمستاشر يبقى البلد ريحة في ده يا زي ما بيقوله أستاذ مراد علي فالبوست بتاعه في اليومين اللي فيه على يومين مجتلين هو بيقوله في يومين مجتلين أعلن الدكتور حسن نافع رئيس قسم العلم السياسي السابق بجامعة القيارة والدكتور حين توفي الخبيل الاقتصادي الشهير أعلن التوقف عن التغريد والتعليق على الأحداث في مصر إذا كان أمثال هذين العلمين يمنعوا من تناول الشأن العام وهم من حلفاء متخذ القرار فمن يسمح له بالحديث الإصرار على الصوت الواحد يقود البلاد إلى الهاوية ده اللي كتبوا الأستاذ مراد علي على هاني توفيق وعلى حسن نافع تخيل يعني في زمن الحوار ده في زمن الحوار الوطني الناس بتتمنع وسوتها وش ما يبقاش واصر يبقى فيه حوار أصلاً